هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي وكل الأراء اللي عم تسمعون بهيدا البودكاست هي رأيي أنا وهيسن بس وما بتمثل حكواتي أول شي بونسوار كمان مرة لا غنوة مش مش معنى بالحلقة هي معنى بالحلقة ولكن لأول مرة تقريبا بتاريخ أول شي بونسوار غنوة طلبت مني أنه أنا يلي افتتح حلقة الليلة ليش رح خبركن ليش غنوة مش كتير منيحة ولما نقول مش كتير منيحة يعني غنوة من جوة 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 حزينة سلاش مصدومة سلاش مجروحة بونسوار حياتي بونسوار هيسن كيفك هالجمعة جمعة الأعياد والميلاد نعم غنوة يعني هيدا اللي بدي أقوله بظل الأعياد والميلاد المجيد والفرح اليوم غنوة حزينة شوي بجملة وحدة بجملة وحدة هالا كتير من بتعيشها صح بس بجملة وحدة وصفي لنا شو اللي مزع على الغنوة جملة هيك ما بدي فوت بتفاصيلها ما بدي أسأل عنها شي بس أعطيني جملة بتلخص سبب بركي مش حزن غنوة خيبة غنوة شو فينا نقول أنا بقدر إلك بجملة وحدة هيسم كافينا كافينا نعطي إذا بدك مجهود على أصص بحياتنا ما حتى يعني تسورث إنه نحط كلها الطاقة عليها يعني كافة نوضع حالنا بمواقف بمواقف نحنا لسنا بمرغوبين فيهم يعني فبالتالي ما بعرف ليش دايما بوقع بنفس الخطأ وكذا مرة صلنا ثلاثة سنين بهالبودكاست وكل كم حلقة منرجع على حلقة وير إنه غنوة بترجع بتوقع بنفس الخطأ أنا بس بدي أعتذر على صوتي اللي يمكن شوي ما بحوح إنما أنا عشت فترة مرض ما بيعرف فيها هيسم اللي هي الـ H1N1 وبعدنا عم بعيش تدعيتها إلك هيسم كافي أول شي صدمت لأنوان جد ما كنت عارف إنه H1N1 يعني عرفت إنه كنت مريدة ألف الحمدلله على السلامة غنوة وإن شاء الله ما بيسيبك شر صحيح إنه طلبت منك بجملة عرفينا عن سبب خيبتك عرفتيلنا بباراغراف وخلصة الحلقة هون بس إنه فهمنا ووصلت الفكرة وهيدا اللي كان بدي يقوله كان بدي يقوله إنه بالحياة قد ما نجرب نهرب من هيدا الموضوع منرجع مثل هالبودكاست كل كم حلقة بنرجع بنحكي عن الخيبة اللي هيك تيجينا من بعض الأشخاص ويمكن هيدا أكبر دليل على إنه عن جد الحياة دايماً رح تلاقيه تخلينا نلتقي بأشخاص تحط بطريقنا أشخاص يخلونا نشعر بالخيبة ويخلونا نرجع من أول وجديد نحس حالنا أغبية سريع على الكلمة لأنه صدقنا ولأنه قلنا أنه لأ بركي هني غير غير أشخاص فأوكي بعدك أنه بهالحلقة مع نهاية هيدا الحلقة البسمة رح تكون من جوة أكتر من إنه من برا لا لا أنا بدي رجع صراحة البسمة أنا ما رح خلي ولا أي شخص ولا أي موقف ولا أي شيء يقف بطريقي أنا شايفي حالي قد الدني وما رح أسمح لحدا يعكر لي مزاجة تانكيو يلا نعم وهون بس بدي أهديك أغنية ماجدة الرومي اللي بتقول لا ما رح ازعل عشي لا ما رح اندم عشي بتدلك لدنيها هايسا ولا تندم أوكي قبل ما نفوت بتفاصيل كمان حلقتنا الميلادية يلي رح نحكي فيها أصص حلوة ومهضومة وهدايا الميلاد عبالي أعرف كتير والناس الشعب العربي كله عم يسأل اليوم من بعد فنال أو نهاية الموديال من كم يوم خبرينا كيف كانت الأجواء بالبيت وشو صار لما الأرجنتين قدرت أن تتغلب على فرنسا وبالتالي غنوة تغلبت على رامي لأسئلة كتيرة هل رامي نام على الكنبية مثل ما وعدتي هل صار خلاف بالبيت وشرخ عائلة أو كانت الأجواء عادية علما أنه المباراة كانت حتى للي مش ما بيشجعوا الأرجنتين وفرنسا بتوتر وبتعصب وكلنا سبسبنا وشتمنا فخبرينا كيف كانت الوضع نعم لحسنا الحظ هيسم أنه بهيد الليلة قررنا نفترق أنا ورامي أنا نزلت عند عائلتي لأحضرها مع أخواتي ورامي قرر يحضرها مع ابن عمته وأولاد عمومته أول ما قل لي هيك أنه أنا بدأ أحضرها معهم قلت يا هلتورة هل هالفكرة يعني حلوة لزيزة أنه ما نحضر الماتش الفينال مع بعض جعلت فكرت فيها قلت أنه بلكي بلكي بلش هالماتش واحد سفر اتنين سفر أنا بغير عالم واو أكير بحنا الفينال وإزعل ديئة ثمانين بعد له بعدين ثلاثة اتنين بعدين ثلاثة ثلاثة وأنا شو أنا I took it personal يعني أنا كل ما كنوع بفوته فرنسا عم بفوت بهد له لرامي على واتساب أنه كيف يعني وممنوع ترجع على البيت وأنها الليلة النهائية يعني بينتنا منطلق يعني العادة بس ولكن إجو البينالتيز لمصلحتنا والحلو يعني أنه رامي كانت تروحه كتير رياضية عكسي أنا تماما يعني أنا لو تخسر الأرجنتين لو تخسر الأرجنتين كنت عملت أكيد منه مشكل بس إنما هو روح رياضية اللي مبروك وكل شي فا ما قدرت نيمه على الكنبي نعم ونيم بتاخد هيدا بس جواب على كل الناس اللي عم يسألوا بس في هيك سؤال بيطرح نفسه حضرتك اليوم كأرجنتينية متحيزة شريبة تمت ما بهل بهل مية وعشرين مية وثلاثين دقيقة اللي كنا عم نحضر فيها الجيم عنجد من جوا ولا مرة قلت أنه العمى عنجد بيستهلوا فرنسا يخدوها عنجد عم يلعبوا ما قلت ولا مرة ما قلت ولا مبابي عنجد بيطلع له يربح السنة أول أول هاف خلينا نعترف تناينتنا أنه لا ملع فرنسا كانوا سفر لا لا ماشي كانوا عنجد معم يلعبوا هنا في جاونا بالشوط التاني ومش هني إنما مبابي اللي بعتقد فوت كل مش بعتقد هو اللي فوت كل قوي لفرنسا بالفينال فبالتالي بأصف بس على مبابي بس مبابي بعده بأول طريقه عمره 24 سنة بعد رح يربحها مرة واثنين أكيد إنما هيك يعني بتعز علينا إنه ميسي ما يفل وما يتقاعد قبل ما يكون بحاوزته الورلد كوب مش بس بحاوزته منذكر إنه هي معه يعني نامت معه أو عفوا الكاس نام معه باتخت وكان عم يشرب الصبح تاني يوم متة مع الكاس وفرجانا إنه نية محده كتير كان حلو قد يكون أحلى مشهد صار بالموديال من أحلى المشاهد أنا برأيي هي عيلة تمسي لما كانت موجودة معه اللي هي مرته وولاده وحتى أمه اللي كانت موجودة بالملعب كتير حلو على فكرة الروح العائلية اللي كانت موجودة بهذا الموديال إن كانت بفريق المغرب يلي انتقدوا كتير على أماتهم يلي رأسوا معهم وحتى على مسي يعني كتير حلو قد يكونت هيك العيلة عنصر أساسي وبتفرج إنه حيالله بطل أو حيالله حدا عم بحق إنجازات في عيلة وراه في ناس دامينه فكتير حلوة هيدا الصورة وما بعرف إذا عرفت بهيدي قصة تعرفها أنت لقصة البيضة عرفتها ومسي إيه إيه كان في صورة على إنستغرام هي the most liked picture on إنستغرام اللي هي صورة بايدة بوقتها من كم سنة نزلوها وتلع لشي 58 مليون لايك إنما لما نزل مسي البوست تبعه والمشهور تبعه الورد كوب إنه ربح الورد كوب صار فيه إنه الفانس تبع مسي عم بيطلبوا من العالم إنه يفوتوا على صورة البيضة يشيلوا اللايك تبعهم ويلايكوا صورة مسي كرميل صورة مسي يصير عنده أكتر شي لايكس على إنستغرام وهلأ صورته صارت بال60 مليون إذا مش أكتر فصورة مسي بالمونديال اللي هلأ هي أكتر صورة ملايكة على إنستغرام عرفت باللي صار بالموضوع العنصرية اللي صارت ببعض البلدان وبعدين اعتذروا منها؟ نعم على قصة كيف لبسوا لمسي خلينا نحكي عن العنصرية اللي صارت أول شي بأول حدث صارت بالمونديال موضوع بالدانيمارك في حدا أحد الإعلاميين وصف المغاربة بالقردة لأنه كانوا عم يرقصوا مع أماتهم وبعدين رجعوا عتذروا بعدين صار الفريق الفرنسي أو الشعب الفرنسي عفوا كتير اتهض اللاعبين الأفارقة اللي موجودين بالفريق واعتبروا أنه صاروا يسمون تسميات بشعة ما بنا نقوله واعتبروا أنه هن سبب بخسارة الفريق وآخر شي كمان الصورة التالت اللي هي مس هو يلابس العباية القطرية أو الخليجية وعم يستلم هيدا كان في كتير كمان جدل عليها شو تعليقك على هيدا الموضوع وهل برأيك أنه حلو أنه لبس العباية القطرية وأخذ الكاس لأنه كتير ناس اعتبروها مثل كأنها شرط من الأمير يعني أنه لا يربحه شوف بما يخص المغرب وقصة السود بما يخص فرنسا هؤلاء القصص يعني صراحة بتفرجع على عقلية بعض الأشخاص أنه هيدا أكيد يعني أنا إذا بدي أحكي فيها معك أنه نحنا أكيد ضدها ما كان في أحلى من الشعب أو إذا بدك من اللاعبين المغربيين يعني كانت الهايلايت الموضيال لما كانوا عم بيرقسوا مع أماتهم إنما بما يخص العباية اللي لبسها ميسي يمكن اللي ما بيعرفو الغرب هو إنه it's an honor and it's respect لما حدا يلبسك هيدا هيدا العباية يعني هيدا إنه عم بيحترمو لميسي وعم بيقدرو فهنه يمكن أخدوها إنه مجبور يلبسها لأنه بقطر وما بعرف شو عرب وكذا بس إنه لا هي it's out of respect out of إنه عم بيعملوله اعتبار لمسي فه بالتالي إنه إنه أنا إنه أنا شخصيا شخصيا كنت بحب إنه لا يكون عم بيرفع الكيس بلا ما يكون لبسها إنما ما أخدتها لا شخصية ولا إنه يليش وكذا لا بس أنا بس أنا هيدا سؤالي بغض النظر عن نسبة قدين زعجوا الناس يعني أنت مش إنه نزعجته بس إنه بتفضلي لا بس لي لا يعني ليه بتفضلي ما يكون لبسه يعني هو ما إنه related لهالعبايب ولا شي إنه هو أرجنتيني بالنهاية عرفت بس إنه يعتبر إنه هي الفكرة بس لأنه كانت قطر مستضيفة الموديال وكأنه يعني وكأنه ميسي ربح على أرض مش وكأنه هو ربح على أرض قطر أو على الأرض القطرية فلبسوا إياها أز إف أنت بطل هيدا الأرض لأنه طلعت من هيدا الأرض ما إيه هيدا اللي قلت لك إنه هيدا نوع من تقدير لميسي صحيح فإنه إيه لأ بتعرف الميديا الغربية عندها هالفكرة وماشي فيها ضد العرب وكنا نطمح إنه بقطر تخلص هالخبرية يلا بس بس اللي عم تسكتني ما فهمت عم نعمل بودكاست إحنا ولا شو ولا شو طيب أوكي خلص الموديال رح ننتقل للفقرة التانية بحلقة الليلة مش أنا دايل الفقرة الحلقة بس واو يعني إذا بتخريس هيك جوفك لتنتقل من موضوع لموضوع شي بيشهر بعض ضيوف يستحقون التخريس هيدا شعار حالتي طيب أوكي الفقرة التانية بدي أطلب منك تحملي تليفوني تفتحي أنغامي بليز نعم أوكي بأنغامي هلأ في ما بعرف إذا أنت شفتيا مفروض أنك شفتيا يعني هي 2022 in music أو هي إذا بدك عاملين سامب لكل السنة تبعك عاملين لك قدي سمعت أنغامي كم دقيقة مين فنانك اللي أكتر شي سمعتين له هالتفاصيل فعبالي أنا وإياك نشوف بال2022 مين هن الفنانين اللي سمعنا لهم أنا وإياك أكتر شي وقدي سمعنا هلأ بذكر أنه بعتقد هيدا 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 الشي بيحسب مش download يعني بيحسب قدي سامعة أنت مش من download طبعيك طبعي كتير عم تحكي أي متى نضميت لأنغامي بأي سنة وبأي نهار أنت أنا اللي بلشت اللقب أوكي أنا بـ 25 شباط 2014 يعني من 8 سنين بعتزير بس بديك تحترميني لأنه أنا عتيق أكتر منك أنا نضميت بـ 19 نوفمبر 2012 يعني صر لي 10 سنين لا أنا زلمة يعني كتير كم ديئة سامعة في 2022 سمعت 10 647 دقيقة أنغامي سوري أنت هون أنت اللي بدك تحترمني لأنه أنا سامعة 14 245 دقيقة والا وفي عندك شي 3000 وشي دقيقة زيادة اه متتخيل احسن أحسن من 2021 يعني أنا 13% أحسن من 2021 أنا 98% هاير ولو مش سامعة شي حياتي أنا عايش على أنغامي صبح وظهر وعشي إن كان بالسيارة أو بالبيت بس برجع بقلك بعتقد أنت بتعملي دونلود سعى أنغامي أو بس لا بس ما هي ده قصدي يعني ما بعتقد فينا مقارن أنه أنا مشترك بأنغامي بلاس بليز لكل الأمغامي أنا كمان على فكرة يعني ما تشوف حرك كتير بس أنا كتير بعمل دونلود وبسمع دونلود طبعي فهني هو بيحسبوا يلي مش دونلود بيحسبوا يلي عم تسمعيهم بس أنا اللي ملايكتهم عملتلون دونلود ما بعرف anyway my top artist in 2022 أو أكتر حدا سمعتله بال2022 نعم كان أنت مين خلينا أتوقع لحظة أنت حدا معروف رح حذرك أنا هيدا الفنان سمعتله 713 دقيقة من أغاني إنه فنان لبناني بحت رامي عياش لا وقل كفوري مع حب يعني إيه أكيد وقل كفوري الله 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 وقل كفوري أنت أنا الفنان طبعي كمان رح حذري كسمعتله 405 دقاي غنية هو فنان مصري أنا بحبه كتير سوري فنانك المفضل مصري محمد حمائي أحمد سعد بس هو هيدا مش فناني المفضل هو هيدا أكتر واحد سمعتله فيه ما يكون فناني المفضل بس إنه إذا سمعتله يعني كتير لا مش هاو بحبه من زمان كتير يعني بحبه تامر حسني برافو بتربحي سوري عن جات شو عمتو تامر حسني أغاني اللي بتضلك عم تسمعه أكتر غنية بسمعه إياه هي أنت بتعرفيه أغاني أو لا ايه أنا مش مضمون أنا ممكن أقلب مجنون يمكن هيلة واحدة سماعة 400 و 5 دقايق صراحة لأنه بحبه أقف طيب top 5 stars top 5 stars صراحة كتير بيربحوا top 5 أنا كمان لأنه أول شي كم مغني وكم مغني عندك top 5 أنا خمسة شباب أنا كمان جنسيات قليلا أسمع على فكرة لبنات أنا كمان لحظتها الشي أنا قليلا كتير جنسيات ما رح نفو جنسيات رح قلك ياهن أنا من الآخر تبعولي number 1 وقل كفوري 2 أخرس 3 بشار الجواد 4 نصيف زيتون 5 فرج سليمين دابا بيشبهوا أبدا 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 الأسامة اللي عندي يعني ما عنا ولا أسم مشترك يمكن غير واحد بس برجع بقلك وبذكريك هو اللي أنت عم تقولي عنهم أنا يمكن بسمع لهم أكتر من هود top 5 بس برجع بقلك ما بسمع لهم على الdownloads يعني أنا أكيد سامع للأخرس ما بعتقد خاص لحظة أنا أكيد أكيد أنا أمأكد أنا سامع للأخرس أكتر ما سامع مثلا لل5 طبعي الnumber 5 بس ما بعرف لي طالع تب يلا أقول شو هنا تابعولك بالمرتبة الخامسة فارس كرم والليلة بدنا نولع بالمرتبة الرابعة زياد برجي هيد حبيبية بالمرتبة التالتة وائل كفوري بقدي أعرف شمك بالمرتبة التانية جوزاف عطية لا لا تروحي والمرتبة الأولى تامر حسني بس أنا أسامع كتير للأخرس ما بعرف لي مش من ضمرهم anyway أوكي هون المفاجأة بقى الطب 5 سانجز أكتر خمس أغاني غنوة استمعتلهم بالـ 2022 بس لحظة في قبل الطب 5 سانجز في While Others Are Light Years Away You Made It To The Top 1% Fans Off قبل الطب 5 سانجز أمو الشوائب لحظة لحظة ما أنا لأني عامل رؤية شوية أجري أفوت على عنغامي لأنه أنا عامل لهم سكرينشوت كنت أوكي خليكي معي أوكي أنا مثلا الطب 5 سانجز طبعي كتير غريبين ومش يعني أكيد مش مزبوطين مش معقول أنا هو دي مزبوطين بس طب 5 stars ما بعتقد بس أنه هو أنا مزبوطين مثلا قولي أنا هولي لا أوكي أنا بالمركز الخامس هو أغنية صوان لابو كلتوم بالمرتبة الرابعة ستة الكلة وقل كفوري ساري بالمركز الثالث في أسئلة براسة لفرج سليمان إيه أسئلة براسة بالمركز الثاني نظرة خجل لبهاء خليل ولا وبالمركز الأول ما تعتبيني بشار الجواد هلأ يمكن المركز الأول صاح بتسمعتيها كتير أنت حبيتها أنا عرفت أنا هلأ كمشت كيف نقولي الـ top 5 songs طبعي الـ top 5 songs طبعي هني لأنه أنا on loop ارجع عيدهم يعني ستة الكلة ما نزلت on loop أسئلة براسة on loop ما تعتبيني ونظرة خجل كلهم on loop أول ما نزلوا يعني تخلص ارجع عيدة تخلص ارجع عيدة يمكن هيك لأن أنا كمان هو هيك أعملهم أنت طيب أنا بالمرتبة الخامسة كأكتر أغنية سمعتها هي سيرينة يا دنيا لأحمد سعد بالمرتبة الرابعة هيدي حبيبة قلبي لزياد برجي بالمرتبة الثالثة أمرجة لفيرس كرم بالمرتبة الثانية عليك يا عيون لأحمد سعد كنا لازم تكون بالمرتبة الأولى لأنه أكيد سمعتها كتير وبالمرتبة الأولى وسط مشاكل إسماعيل تمر وإذا مش سمعتها يا غنوة شو إسمها؟ آه مبلا مبلا هيدي الراب وقت من نجيب نتعايش بي ووسط مشاكل لحشا وارب منشيرش هاو تكبب مازال وقت أنت عملت ريلا علي أو شي فيديو مش ريلا كليب فرجتي كلي أليك بس مرسي أوكي أوكي ماي طوب جنر الأكتر شي هنه لبناني مصري شو يعني؟ شو يعني Arabic 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 Indie إي أنا كمان ما بعلف صراحة شو يعني بعتذر لحظة نشوف شو يعني Arabic Indie إنت كمان نفس الشي إي ميني طب إذا بدنا ننتقل أوكي سو في population على أنغامي إنت أدي سمعت لموسيقى حزينة يعني نسبة البرسنتاج لسماعك للأغنى الحزينة أدي بالنسبة للpopulation اللي على أنغامي بعتقد نسبة استماعي للأغنى الحزينة هي بتحكس كتير نسبة حزنة بالحيات أنا كمان أدي إنت إنو أنا حطين more than 91% دراما أنا كمان مع بسينة إي لا أنا حطين إي إي بلا بسينة حطين له هيك واحدة 91% دراما منحزين عن جد دايما نبكي إنه ما في عنا غير تسعب من وراء الموسيقى اللي عم تسمعها أدي حطولك عمر 38 سنة يعني كبروني 8 سنين أنا كمان عن جد شكرا عملينا نفسها تامبليت لكل الناس وبعتينه لا لا في عالم أنا اكتشفت إنهم كبرينهم أكتر أوكي شو يعني I was seen orbiting from كذا كذا يعني فيك تنتقل يعني فيك تكون مثلا ساحب بالسيارة وتنتقل مثلا من عندي أنا لاتسي من حسام جناد لالانا دل راي يعني إنو شو جيب لجيب أنا من فيروز لهاي ستايلز شفت صح أوكي آه بس خلصوا باتايا آه هول هن حلوين أنا أوكي بس صراحة عن جد أنا أنغامي I love أنغامي صراحة I love أنغامي أكيد وعن جد إني جربت نزل غير applications لنسمع عليها بس عن جد ما في ما حسيت إنو في في platform هالأد هيك friendly user friendly قد أنغامي صراحة وهالأد بتريح يعني فثانكس أنغامي على كل الأغاني اللي سمعنيها هالسنة وكل السنين ومنعدكم نكفي معكم الاثنين رح يصيروا عشرين وغنوة إن شاء الله بيصيروا أكتر بعد إن شاء الله طيب فقرتنا الثالثة بحلقة الليلة ما بعرف شو هي آه بلا فقرتنا الثالثة حلقة منوعات آه عن جد حلقة يا ليل يعين رح نحكي بهذه الفقرة عن العيد قرب مش قرب العيد هلأ نحنا بكرة بعد بكرة أنتو عم تسمعوا بس تنزل للحلقة بيجي كريسمس أو عيد الميلاد وعيد الميلاد معروف بالهدايا رح أسأل غنوة مجموعة أسئلة خاصة بالهدايا ورح أنطر منها إنها تجاوبني في أسئلة واقعية وفي أسئلة فرضية جاهزة غنوة؟ جاهزة الله يستر السؤال الأول شو أكتر هدية تنطر إنها تيجيكي؟ ومنذكر إنه أنت غنية وبتحب الهدية شو يعني شو أكتر هدية بنترها؟ يعني من شخص؟ إنه آه يعني لما يكون هاكي جيكي هدية وأنت وعم تفتح الورقة أكيد كلنا بيقطع عراسنا هاكي فكرة إن شاء الله تكون كذا إن شاء الله تكون هالشي آه شو هي؟ شو بتحبي يجيكي؟ أنا شو بحبي يجينا إنه بحبي يجينا سيارة تفضلوا أوكي خلال سيدة جوابك أنا سيارة أحلامي أنت شو سيارة أحلامك؟ جاكوار تباكي حدا بده يعني؟ فيه لون معين؟ إنه أسود أوكي لكين جاكوار أسود محطولي كيها بكيس لكل الناس اللي عم يسمعونا لكل الناس اللي عم يسمعونا اللي قادرين يجيبوا جاكوار أسود لغنوة بيكون تمام أنا لا أحلامي أحلامي كتير أوطن دخلك أولك كاركي كاركي صار عنده الموتو موتو؟ ولا بعد؟ كاركي من سنة مثل اليوم طلب تمنى أنه بالـ 2022 من سنتين لا سنة تمنى أنه يجيب عنده موتو بالـ 2022 فكاركي بس تسمع الحلقة بس خبرنا إذا صار عندك الموتو السنة أو لا وإذا لا لحتى نرجع نزيد على أمنيات السنة الجاي على فكرة الحلقة الجاي أنا قررت أنه رح تكون كلها ريزولوشنز أو كلها أمنيات لـ 2023 ماشي أنا لا أنا أحلامي كتير أوطن أنا وعن بفتح الورقة بس بحب أنه يكون جاييني إلكترونيكس بحب كتير يعني أجدد لابتوب أجدد تليفون أجدد أبل ووتش يعني هول إشياء بحب أنه يجيني إلكترونيكس جديدة أوكي أنا زوجي مش على كريسماس يعني لما سافر على باريجة للآي واتش الجديدة لايك لايك لك تتغمالي بعيونها كمان أوكي الله يخليليك زوجيك وإن شاء الله بيضل يعيش ويجبليك طيب السؤال الثاني شو أكتر هدية أجتك بحياتك مستحيل تتخلي عنها أو تبدليها أو تكبّيها هيكي يعني بتقولي أنه هايدي لو شو ما صار بدي ضلني محافظة عليها ما تنتزع ما تدبل ما باعرف what ever أوف أسرع غنوة ما بعرف هيسم يعني السؤال كتير صعب شو أنت عندك جواب؟ لا بس أنا مدير اللعبة فيما شاوب عم تطلع وراء أنه حيالها هدية أنه عم شوف شو عن يعني حيالها هدية هدين إياها شخص عزيز علي ما بحب أكيد تخلى عنها وبحب أحتفظ فيها وأنا من الأشخاص اللي كتير بيتركوا أصص عندها بالبيت يعني مش بسهولة بكي بأصص يعني أنت أوكي نفس الشيء وكمان ما عندي هدية براسي طيب السؤال الثالث يعني شو هل مدير الحلقة اللي بيسأل أسئلة ما بيعرف جواب عليها ولا مرة المستضيف بيكون عنده جواب على سؤاله يعني هو إليك السؤال طيب السؤال الثالث إذا بديك تهدئه أسئلة سريعة يعني بديك تفكري بسرعة أول شي بيخطر عبق إذا اليوم بديك تهدئ رامي عياش هدية ومنذكر رامي عياش تار عنده بنت جديدة اسمها ألارا ألارا ما فهمت ألارا بيعمل لها سنوز يعني إنه ما بس تبكي طيب نكتت يعني يا محلة اسمها قدام تنكيتك صراحة إنه ألارا مفهمت إنه كل الناس دمون لارا إيه ما بعرف إنه ليسم إنه يمكن مثل أرام إنه بتعرف إنه مثل أرام وإنه بديكون غير أرام ألارا ألارام ألارم شو اسمها بنتهم التانية؟ ما عندهم بنتهم التانية ولك شو باك عنده بنتين صاروش أو صبة آه أنا بعرف إنه عنده بس أرام شو بنتين؟ سوري؟ حياتي؟ هيدا ابنه التالت لارامي عياش أول شي بنت هيا مش ابن التاني شي أنا بعرف إنه عنده أرام بس قولك آه لأ أنت بالمر إنه لي بدي أعرف أصلا شو عنه روء روء مهروفين ولاده روء تشوف بس خليك ثاني بس معي يعني راحت الحلقة لحت نشوف ولاده مين هني لارامي عياش تحيي لارامي عياش لأ بدي أرامي بس اسم بنته روء ألف مبروك لبنته ألارا و الله يعيشها يا رب ويكبرها عم جرب عبيعه ها فوالا سو عنده هو أرام صبي وعنده آيانا وهلأ صار عنده آلارا آلارا آيانا آلارا آرام بس شو موضوع الغريب شوي صراحة لأسامي حلوين الله يعيشهم يا رب واو شو كرييتف الله يعيشهم والرابع برأيك إذا إجا الرابع شو بيسموه أنا بصوت إذا صبي ألارم أنا بقول إذا صبي أبديع إنه بديع من زد لأ أبديع أعبد الله أوكي أطلال أموريس أسامير شو سخيفة طيب إذا بديك تهدي لرامي هدية على كريسمس شو بتهديه أراد هديته شو بك شو جبت له الأيربود الجديد يعني رامي عياش أنا فكرت أنت قالنا لجو زمال تهينا بأسامي أولادو لرامي عياش رامي عياش بهدي أسرع أول شي خطر عبالي ممنح ما لا لا ممنح ما طلعت يعني أوه ماي جاد غنو وهي طالع عم بقولة شو كانت؟ عم بقولة وخرست وليلي شو كانت؟ شو شاكيها بس قوعة تقولة على الهواء أوكي شو؟ يمكن فهمت بس بعطي لي هاوات طيب السؤال إذا اللي فهمتوا اللي براسي ما بعرف أنا نحنا ليه أصحاب غنو أكيد فهمتها أكيد فهمتها ما بفهم لين نحنا أصحاب شو أوكي السؤال الثاني إذا بديك تهدي شيرين عم تلوهاب من بعد عودتها لحوسام حبيب هدية شو بتهديها؟ لازم يكون شي مادة أز إنه شي ملموس لا لا فيه يكون شي بهدية راحة البيل بهدية سئة بالنفس بهدية حب الذات إذا بديك تهدي نضال أحمدية هدية شو بتهديها؟ أرعي تمت سراحة تتسلف يا وتسكتش أوكي خلصة فقرة شو بتهدي عندي بس فقرة اللي هي فقرة كتير سريعة كمان بدأت تكون سؤال لألك اليوم إذا الناس اللي عم تسمعنا بعد ما جابت هدية لكريسمس عطينا هيك ثلاث أفكار معقول يجبون أو يهدون أو يعملون لعائلتهم هدية أو بس لخبرك هيسم ولخبر كل مستمعين أول شي بانصوار إنه سنة عن سنة مش رحقلكم إنه إذا بدكن أجواء الميلاد منا موجودة هلأ بيروت مسكرة من بعض الظهر لبلليل العالم عم تقعد ساعات وساعات على الطريق إنما لا شك إنه من سنة لسنة عم بيخف إذا بدكن ما بعرف حماسنا لنوال لكريسم نحنا من كم سنة نحنا ست نفس بالبيت يعني أنا يعني ماما وبابا ونحنا أربع أولاد لكل ما بيعرفش أنا ست نفس يعني ست أشخاص أو ست أفراد سو كلنا كنا نجيب كل واحد كدولة للتاني يعني لت اللي أنا جيب لأمي وبي وإخواتي ونفس الشي هن بعدين من كم سنة صرنا نعمل سيكرت سانتا إنه أنا بجيب بس لشخص واحد منهم هالسنة الغنيها من أقسساتها ما حدا جاي بشي لأشي ما هيدا اللي عم قوله إنه السنة تحديدا لكل الناس اللي عم تسمعنا عن جد عن جد كل الناس بلبنان وبيكل العالم العربي بعتقد أوضاعهم مش متل قبل ومش متل يعني متل السنين اللي قبل فالوضع على الكل ما انه كتير حلو ما انه كتير منيح الاشياء كتير غالية الوضع الاقتصادي كتير بشاع فبهادي الفترة لأنه فترة أعياد ولأنه فترة هدايا عبالة تقوليلي هاكي شيء أفكار شو فيك بتعملي مثلا بلا ما تكون عم تتكلف أكيد وانتبع إنه نحنا ما بعرف ليش هالسنة إخوتي قرروا ما بدون يعملوا سيكليت سانتا بس إنه تسكي حياتي أنا مش إنه فيه سيكليت سانتا بس أنا السنة مضطر إنه كتير أدفع على عائلتي لأنه عملهم ألعاب يعني عملهم game night لعائلتي على كريسمس وبربحهم يعني كل حدا بيعرف يجايوا على السؤال أو بيعرف يعملوا بياخد هدي بس إنه هاو كيوت بس إنه هايده هايده إذا بدك هايده فكرة شفكرة روكبة روكبة لأنه تذكرت إنه الحلقة رح تنزل الخميس أنا عملهم إياها سوربريز السابت وهنا بيسمعوا الحلقة الجمعة طحية عرفوا الهار الجمعة طحية لأني أوكي فهيدي فكرة للناس أوكي حدروا حالكم ندرسوا منيح لا هايده فكرة للناس إنه فيكن تعملوا game night مع عائلتكم بعتقد الفرح يلي بيكون بليلة الميلاد أهم من الهدايا فعملولهم قصص مهضومة هيك تعمل قصص حلوة بالعائلة وفيها تكون جستات مش دورية تكون هدايا كتير كبيرة هيدي أكيد إذا كان في وجود لأولاد صغار الأولاد الصغار رح يتسالوا بحيالة شي عملتولهم أو جبتولهم أفكار شو فينا نجيب يعني بترجع للشخص يعني أنا إذا بعرف الشخص منيح بقدر أعرف شو ناقصه يعني أنا كنت عارفة إنه مثلا رامي بحاجة لسماعات جديدة لأنه طبعوله انتزعوا فجبتله فإنه هيك فكرة كمان بتبقوا عارفين شو ناقصه الشخص فبتجبوله وفكرة تالتة فيكن تخدو ما بعرف نهار هيك استجمام تظهر وتتغدو تقضو وقت سوا هيدا كمان فيها تكون فكرة هدية بس الهدايا مش بالضرورة يكونوا بقيمتها أو بإنه يكونوا هدايا هيك بتشترون فيون يكونوا جستات انتوا بتعملون مع الأشخاص يعني آخر سؤال متعلق بكريسمس قبل ما ننهي حلقة الليلة كريسمس معروف بأفلام الميلاد أو بأفلام كريسمس في أفلام صار لها معنا من لما كان عمرنا واحد وفي أفلام جديدة عم بتصير في أغاني جديدة خبريني أنت أكتر فيلم أو أكتر ما بعرف عدد أفلام كل كريسمس بتحضريهم أو بتحب إنك تحضريهم أو بتنصح الناس إذا بعد ما حضرون يحضرون غير هوم ألون لأنه بأعتقد كلنا كلنا عننا هوم ألون هو فيلم كريسمس يعني بأعتقد أنا بدي أقل لك هوم ألون صراحة هو من أكتر الأفلام اللي أنا برجع كل كريسمس صراحة بحضره هلأ حضرت له واحد على لينزي لوهن على ناتفليكسي ما هدو بيقطع يعني بيسل بايخ وهمش عارف يتمسل طيب أوكي نصح الناس عندك شي فيلم براسك تنصحي أن يحضروا على كريسمس لا بس منه كريسمس موفي شو هو بس موفي عم بطلب من الكل إنه يحضروا لأنه أنا شخصيا كتير حبيته اللي هو Lady Shatterley's Lover على ناتفليكس صراحة هيدا الموفي كتير ما بعرف أنا شخصيا أثر فيه حبيته وبنصح الكل إنه يحضروا شوي طويل بس كتير لزيز وحلو أنت كمان لازم تحضروا تحضروا هايسا حلو حلو أوكي أنا عندي كتير أفلام ألكم إياها إزا هيك بس إنه غنوة غيرت اللعبة أنا بس بدي ألكم أنه على كريسمس في كتير أفلام أكيد غيرهم ألون في أنا الأفلام اللي بحبها كريسمس with the cranks كتير حلو الفيلم كتير بيضحك فكمان حضروا فيه كمان The Holiday لباري سلتون وكي تونس أو فيه فيه Clothes حضروا لكلothes هو صور متحركة ما بعتقد أني حضروا كتير حلو كتير كتير حلو حضروا منحضروا شوفي كمان مثلا فيه Holiday كمان نزل السن الماضي على لنتفلكس لذيذ معظوم بس إنه مش من أحلى شي فهوضي هني أنا مبدئيا إذا عندكم بعض أفلام تقترحوا لحتى نحضرها على كريسمس كمان خبرونا وبس هيكم Merry Christmas Merry Christmas يا الله يا هيسم هيسم ملتقنا الأسبوع المقبل يعني رح تنزل الحلقة يمكن قبل كم يوم من رأس السنة رح جارب قد ما فيها على فكرة بلك هذي الحلقة نسجلها سوا تكون لذيذة قبل نهاية السنة وملتقنا الأسبوع المقبل لننهي 2022 ونستقبل 2023 كلنا أمل فيها أنها تكون مختلفة أنها تكون حملتنا قصص أحلى من اللي قطعت إن شاء الله يا رب كونوا منها حبوا بعضكم كتير هدوا بعضكم محبة وهيكي روح طيبة قبل ما تهدون أي شيء تاني منحبكم كتير سمعونا على كل المطاري حتى تسمعوا لها البودكاست ومن أولا واحد اتنين 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 باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر